موسيقى خلالها الوفد مع المسؤولين موضوعات هامة ثم بعد ذلك تم نقلهم إلى مقر إقامتهم هذا وسيعمل أعضاء البحث خلال سلاسة أيام من العمل مع الأقسام المختلفة للبلاد والمنظمات الأممية والوقوف إلى كافة التطورات الخارجية في الصعيد المحلي وكذا النظر في الملفات الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة العامة ودورها في استبداد السلام الاجتماعي والتنمية المستدامة في دول الساحل وأفغزون ذلك تحدث وزير الشؤون الخارجية محمد زين شريف الذي أوضح بجلا أن العلاقات القائمة بين البلاد والمنظمات الأممية خصوصا السويد تخطو خطوات جيدة وإيجابية لصالح البلدين وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في دول الساحل حيث أن البلاد استقبلت عدد كبير من اللاجئين الفاريين من وإلات الحروب كما أكد أن الحكومة فتحت للمرأة فرص عديدة من أجل المشاركة وجعلها في العديد من المواقع من أجل اتخاذ القرار كما قدمت نائب الأمينة العام لأمم المتحدة أمينة محمد شكرها باسمها الأمينة الأممية للبلاد وأسند على دور البلاد في الاستقرار الاجتماعي بين اللاجئين والنازحين أما وزيرة الشؤون الخارجية السويدية ماركو ويستروم فقد أشادت بدور البلاد الفاعلة وأبدت استعدادها على التعاون بشأن الخدمات الإنسانية كما أسيتم عقد لقاء مع بعض الجمعيات التي تحصلت على بعض المشاريع الفنية لتباحث أوجه المختلفة فيما يتعلق بالتغير المناخي والأمني تجيء زيارة هذه البعثة الأممية المشتركة التي على رأسها الأمينة العامة النائبة للأمم المتحدة السيدة أمينة جي محمد والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي ووزير الشؤون الخارجية لدولة السويد وتحدث هذه الزيارة إلى مدى معرفة مشاركة المرأة في دعائم الأمن والسلام بإقليم البحيرة وعليه فقد شرعت البعثة في أولى محطاتها إلى قرية كدبل حيث تقوم النساء بتجفيف الأسماك والعمل بتجارتها من أجل سد احتياجاتهم اليومية عبر عائدات هذا المركز أما المحطة الثانية للوفد فقد كانت مركز تحفيز وتعليم شؤون الدين حيث تبادل الوفد الأممي مع الداعيات مختلف الأطراف فيما يخص بمسألة الأمن والسلامة وأكدنا جميع الداعيات بأن لهن الدور الكبير من أجل ترسيخ دعائم الأمن وعقب ذلك فقد توجه الوفد إلى مركز متعدد المهام الذي أنشأه صندوق الأم المتحدة للسكان والذي يعمل من أجل مساعدة النساء المتضررات بسبب العنف الممارس ضدهم وقد أشاد الوفد الأممي بهذه الجهود التي تؤكد مدى اهتمام السلطات العلية بالبلاد بالنساء في الإقليم وهي إشارة لرؤية مستقبلية لإتاحة الفرصة للمرأة من أجل دعائم الأمن والسلام بالإضافة إلى التنمية وقد اختتم الوفد لقاءه مع حاكم إقليم البحيرة محمد عبالي صلاح حيث أوضح الحاكم بعد شكره للوفد بأنه منذ مجيئه قد وضع خطة تنموية لصالح الإقليم وهذه الخطة تعد من الأسس القوية التي تنمي وتطور الإقليم عبر التنسيق مع مختلف المنظمات الإنسانية العاملة بإقليم البحيرة عقب الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد الأممي لمختلف المراكز النسوية بمدينة بول فقد عقد حاكم إقليم البحيرة محمد عبالي صلاح لقاء مع الوفد الأممي الذي على رأسه أمين جي محمد الأمين العامة النائبة لأمم المتحدة ووزيرة شؤون الخارجية لدولة السويد ومبعوثة الاتحاد الإفريقي وقد سمه اللقاء لحاكم إقليم البحيرة محمد عبالي صلاح أن يشيد بهذه الزيارة والتي وصفها بالإيجابية كما وضها للوفد الأممي الجهود التي بذلها والخطة الإقليمية التي رسمها من أجل تقديم وتنمية الإقليم الذي يتطلب تضافر وتعاون المنظمة الأممية المتحدة وقد أشاد بأن هذه البادرة ما هي إلا أسس قوية لتطوير وتنمية إقليم البحيرة أعقبته في الحديث أعضاء الوفد الأممي الواحدة تلو الأخرى فقد أشدنا بالجهود التي بذلها حاكم الإقليم وقد أكدنا بأنهن على أتم الاستعداد من أجل دعم هذه الخطة الإنمائية لصالح إقليم البحيرة ما دام أن هناك بوادر ورؤية وخطة أمينة من أجل محاربة الإرهاب ومنع امتشار البوك حرام هذا وفي نهاية المناسبة تم عقد مؤتمر صحفي مصغر تم من خلاله عرض وتقديم مختلف الأسئلة انصبت جلها حول أهداف هذه الزيارة اشتركوا في القناة